بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم من جديد معكم احمد الجرنوسي والنهاردة ان شاء الله هنشوف مع بعض شرح التحديث الجديد اللي نزل للواتساب واللي ركز جمد على او الحالة بتاعت واتساب فبعد ما تعمل تحديث للواتساب هتلاقي فيه كلمة او الحالة ظهرت بشكل اه جنب المكالمات والدردشات الموجودة عندك فلو جيت دست على الحالة وبكده لغى موضوع انك تكتب الحالة بتاعتك ولكن بقى بصور الفيديو دلوقتي يعني مش هنلاقي بقى الامثلة الشعبية والحاجات اللي كانت مكتوبة على تلكاتك زي ايش اوه فينا بس ربنا هدينا ولما بتعرفش ترقص تقول الارض عوجة ويمستني السامنة من بطن النملة عمرك ما هتقالي فمش هنشوف الكلام ده تاني ولكن هتقدر تحدث الحالة بتاعتك عن طريق الصور او الفيديو او الصور المتحركة بصيغة اللي بتدعمها فزي هنحن جافين الصورة اللي موجودة قدامك دي دي الصورة ومكتوب جواشة حاجات تقدر تعدل عليها وعلشان تحدث الحالة بتاعتك ممكن تيجي تضغط على الكاميرا هنا او العلامة فوق اللي فيها دي ودي زي اللي موجودة في الانستجرام وطبعا زي ما احنا عارفين ان واتساب تابع الفيسبوك زي ما انستجرام تابع لفيسبوك وبالميزة دي ففيسبوك بيحارب سناب شات حرب جمدة جدا من خلال التطبيقات بتاعته من خلال فيسبوك وانستجرام وواتساب كمان ده لان سناب شات لحد دلوقتي مش عاوز يبيع له التطبيق ولكن مش موضوعنا فهنا بيعرض لك الحالات اللي انت شفتها قبل كده للناس زمالك بتظهر لك هنا الناس اللي وجودة عندك على الواتساب وتقدر تحدث الحالة بتاعتك بينا كتير تضغط هنا فوق او على رمز الكاميرا فممكن تيجي تلقط صورة فانا دلوقتي هلقط صورة كده فكده لقط الصورة وكمان تقدر تعدل عليها تكتب اللي انت عاوزه وتضيف الاستقارات وتقدر تغير الوان من هنا اه التعديل على الصور العادي اللي اضافت في الواتساب في التحديثات الاخيرة وكمان تقدر تعمل عملية للصورة لو مش عاوزين نجيب المراحة دي فبتخلي الصورة دي كده مسلا ونقول له تم وتقدر تحكم طبعا في الكلام هنا تقدر تكبره وتصغره وتشغلبه زي ما انت عاوز وكمان تقدر تكتب بغطيه دك تكتب اللي انت عاوزه وبكده تكون الحالة اي حد يقدر يشوفها وبتعد لمدة اربعة وعشرين ساعة بس وبعد كده بتنتهي بتفضل الحالة بتاعتك تقدر طبعا تصور اكتر من حالة لو انت في او في مكان وبتصور كزا حدث ورا بعض فانا كنت مصور قبل كده فدلوقتي انا عامل حالتين فتلاحز هنا في كوس كده وكوس كده لو جيت ادوس تاني ممكن اصور حالة تاني بتلاحز ان فيه هنا الحالة بتاعتك بتظهر هتيجي الصورة اللي بعدها عادي وممكن تضيف طبعا اكتر من صورة او فيديو او صورة متحركة بصيغة ممكن اضيف صورة كمان لو جيت ادوس كده ممكن طبعا تضيف صورة من الجالري او موجودة عندك من خلال الموبايل فلو جيت اعمل كده فدي صورة موجودة عندي تقدر برضو تضيفها وتعدل علاقة بكل حاجة فانا هاضيفها برضو فهلاحز فوق بقى فيه تلات علامات هنا فمعنى كده ان فيه تلات او تلات حالات مختلفة ضفتهم لو جيت تدوس على التلات نقط دول كده فبيارض لك الحالة بتاعتك وهنا العلامة بتاعت العين دي اه مكتوب جنبها زيرو فبيبقيل لك عدد واسامي الاشخاص اللي شافوا الصورة دي او الفيديو اللي انت نزلته من خلال فهنا بيقول لك هزي الحالة لا مشاهدة احد بعد فبتلاقي رمز العين موجود تاعتك طبعا لاني لسه منزلها حالا او محدش بيعبرني وكمان في هنا رمز تقدر تشارك الحالة بتاعتك مع الناس اللي موجودين عندك من خلال الواتساب. وزي ما هي شافين الحالة تختفي بعد اربعة وعشرين ساعة بس. حاجة اخيرة حابين نقولها هو انك تقدر تحدد الخصوصية بتاعة الحالة بتاعتك. من اين الكلام ده? بتيجي من هنا كده وتختار خصوصية الحالة. فهتلاقي تلات اختيارات. الاختيار الاول جات الاتصال اللي موجود عندك الناس اللي معهم مراكمك بس. الاختيار التاني هو انك تقدر تخلي الاسماء كلهم اللي موجودين على الموبايل باستثناء عدد معين انت مش عاوزوا يشوف الحالة بتاعتك والاختار الاخير انك تقدر تحدد اشخاص معاينين بس هما اللي يقدروا يشوفوا الحالة بتاعتك من خلال الواتساب دي التعديلات او الميزة الجديدة اللي نزلت على تحديثي الاخير للواتساب ودايما بنزل كل التحديثات بتاعت الواتساب باستمرار على القناة وكمان بنزل لها اخبار سريعة على حساب جرنوسي فورتك من خلال الانستجرام ياريت تتابعوني عليه للاخبار السريعة الخاصة باخبار التطبيقات يا ريت في الاخر لو عجبك الفيديو ما نستاش تعمل لايك ليه وسابسكرايب او اشتراك للقناة لأول مرة تشوفوا الفيديو من خلال قناة احمد الجرنوسي عشان تتابع اجدد البرامج والشرحات الجاية ان شاء الله ظهر موقع على انتر ريت موقع تكنو عربي بنزل عليه اجدد البرامج والشرحات الخاصة بالكمبيوتر وموبايل سهاء كان اندرويد او اي او اس ولو اول مرة تشوفوا الفيديو ما نستاش تعمل او اشتراك للقناة من الايكونة المدورة اللي قدامك دي وكمان تفعل رمز الجرس علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بنزله على القناة ان شاء الله هشوفكم في حلقة جديدة كان معكم احمد الجرنوسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته